موسيقى موسيقى شهد الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة التعبوية راعد 25 التي تنفذها احدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية في اطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وقد تضمنت المرحلة الرئيسية ادارة اعمال قتال وتطهير منطقة حدودية من العناصر الارهابية وتأمينها وذلك بعد رفع درجات الاستعداد القتالي وتنفيذ اجراءات التحضير للمعركة والقيام باعمال الاخفاء والتمويه وتحت ستر وسائل واسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وارباكي وتدمير مراكز المقاومة للعناصر الارهابية مع قيام عناصر العمل المعنوي بتوجيه نداءات واسقاط منشورات صداقة للسكان المحليين لطمأنتهم واجبار الارهابيين على الاستسلام وتسليم المدينة وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي مدعومة بالوحدة الخاصة من الصاعقة والمضلات بتطوير الهجوم والاشتباك مع العناصر الارهابية المرتدة وتدميرها بمعاونة الهلكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات لتصفيات العناصر الارهابية والسيطرة على المدينة وتأمينها ظهر خلال المشروع التعاون الوثيق لتحقيق مبادئ معركة الاسلحة المشتركة الحديثة والسرعة والدقة في التعامل مع العناصر الارهابية واصابتها من الثبات والحركة وما وصلت اليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وقدرة على استخدام الاسلحة والمعدات وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين بدقة وكفاءة عالية وتقديم الدعم الطبي والإداري للسكان المحليين وفي نهاية المشروع أثنى الفريق أول صدق صبحي على الجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية بالدولة بشكر سيد قائد المنطلة الغربية وبشكر قوات المنطلة الغربية بالكامل حماة الغرب القادرين بإذن الله على حماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي تأمين كافي يمنع أي مخلوق بيفكر أنه يقرب من الاتجاه الغربي أو الاتجاه حدود مصر الغربية بشكر كل قوات المنطلة الغربية العسكرية اللي سهمت اللي اشتركت واللي سهمت في التدريب أو في التجهيز أو في الإعداد أو في التخطيط أو في الإشراف والمتابعة عشان يطلع قدامنا المنظر اللي احنا شوفناه النهاردة بالشكل العالي جدا فيه الاحترافية فيه الأداء بنأمل من ربنا سبحانه وتعالى تحت القيادة السياسية العظيمة ومؤسسات الدولة اللي بتبزل أقصى طاقة عندها ووقف جيشها وشرطتها وراهم مقوف محدش يتخيله إلى أن نحقق كل المشروعات المخططة اللي على المستوى القريب على المستوى البعيد اللي ان شاء الله ربنا ستتحقق دون أدنى شك لأن هناك إرادة وعزيمة وهناك تخطيط وفكر جيد جدا ورؤية عميقة جدا ان شاء الله رب عمين السنة الجاية نحتفل بكل هذه الاحتفالات اللي محتفل بيها وتكون ان شاء الله رب عمين مطر في أحسن حال كما ناقش القائد العام بعض الضباط من دارس الكليات والمعاهد العسكرية في أسلوب تخطيط وإدارة المشروع واستمع إلى عدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها قائد المنطقة الغربية العسكرية حضر المرحلة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ مطروح وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية وشيوخ وعواقل مرسى مطروح